أهلاً بالجميع مرحباً بك في قناة هشام كيمي اليوم آتي إليكم بأخبار مفاجئة جداً عن أوزغي وجوكبرغ هل ذهب هؤلاء الممثلين العظماء في إجازة معاً؟ كل التفاصيل في هذا الفيديو إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتي وإعجاب الفيديو ومشاركة الفيديو الخاص به أنا أستمتع بالرؤية كما هو معروف ضدأ الصيف في الوصول في نهاية الموسم قرر المشاهير الذهب إلى بودروم وفتحية وقرر بعضهم السفر إلى الخارج إذن لأين يذهب الزوجان الجميلان في الإجازة؟ هل فعلوا ذلك؟ سوف تتفاجأ حقاً هؤلاء الممثلين العظماء الآن متعبون للغاية ويريدون إجازة وفقاً ما يتدول الجميع ووفقاً للاتهامات قال جوكبرغ لأوزغي فلنذهب في إجازة معاً هذه هي مزاعم الأخبار المثيرة فقط ننقل لكم ما يتدولونه معجب أوزغي صحتها غير معروفة بالضب قرر هذان الشخصان الذهب إلى مكان ما بعيداً عن العنظار معاً نأمل أن يتصالح خلال الأعياد ويقرر الزواج لن لماذا تعتقدون أن أوزغي لم ترغب بالزواج؟ هل تعتقدون أنها تبدو صغيرة؟ أو أنها لا تحب جوكبرغ؟ لكن العديد من مشاهيرنا كانوا قادرين على الزواج والعمل معاً هذه هي الأسئلة التي تهمنا حقاً ولكن إذا كنت تريد معرفة الإجابة فعليك مراقبة قناتي ولدت أوزغي ياغيز في 10 أبريل 1997 في إسطنبول خرجت من أكاديمية علم الاتصال بجامعة باشين كيت أوزغي ياغيز الذي خاضت أول تجربة تمثيلية مع المسلسل التلفزيوني يور نيم يور نيم الذي نشر في عام 2017 أعادتها إلى الحياة شخصية ريحان في المسلسل التلفزيوني ييمين التي تم بثها على شاشة القناة السابعة أوزغي ياغيز تبلغ ارتفاعها 6.90 متراً ووزنها 52 كيلوغراماً الآن ستظهر لنا أوزغي ياغيز بشخصية بوشرة في مسلسل بابا الذي يدعو الآن في شو تيفي إذن من هو جوكبيرك ديميرجي؟ جوكبيرك ديميرجي المولود في 20 أكتوبر 1989 في إزميد تبلغ ارتفاعه 1.77 متراً ديميرجي الذي تلقى تعديمه في مصرح جين كير بدأت مغامرته السينمائية عام 2012 مع المسلسل التلفزيوني ذات مرة العثمانية أو بميسم كيان احتل لعب الكيكبوكس الشهير المرتبة الثالثة في المنطقة عام 2009 ديميرجي لديه شقيق يصغره بست سنوات لكن شقيقه البالغ من العمر 18 عاماً قتل في حديث دراجة نارية رحم الله أخوه